أمن لله رحب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أظنهم آمين ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوثبا والشمس والقبر رأيتهم لي ساجدين قال يا أبني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدها إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه وحب إلى أبينا منا ونحن عصبا إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو طرحوا أرضا يخل لكم وجوا بيكم وتكون من بعده قوما صادحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتقهم بعض السيارة يلتقهم بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا وليه يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إن ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا من يجعله في ويابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يلكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل ثولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميل فصبروا جميل والله المستعان فصبروا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا فأرسلوا واردا فأدلادا وقال يا بشرى هذا غلام وأسرواه بضاعة والله عليم بما يعملون وشرواه بثمن بخس دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ورودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت وكذلك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه إنه لا يفلح الظالمون ولقد ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربي كذلك لنصرف عنه السمو والفحش إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب وقدت خميصا من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن أتكى وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي نمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال ربي السجن وحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن وإلا تصرف عني كيدهن لأصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إنه يراني أعشر قمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترجقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله شريح ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر من ناش لا يشكرون يا صاحبي استجن يا أرباب متفدقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتوها سميتوها أنتم أباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر من ناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلق فتأكل الخير من رأسه قضي الأمر قضي الأمر الذي فيه تستفتيا وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنزاه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أضع سبع بقرات من سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبنات خطر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتمني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعظون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاف وسبع سنبنات خطر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فبعوا في سنب له إلا قليلا مما تأكل ثم يأكل من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم يأكل من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ابتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فاسألهما بالنسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص الحق أنا راوته عن نفسه أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ابتوني به أستخرص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لجينا مكين أمين قال جعلني على خزائه الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أليكم ألا ترون أنني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلقوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخونا نكتل وإنا لهم حافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاق بكم فلما آتوا موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفدقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لبو علم لما علمنا ولكن أكثر من الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهاجهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيرهم وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من مجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجل الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنان يوسف ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبلها لهم قالوا أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فاصبروا جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بمضاعة مفجاه فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تفريب عليكم اليوم قال لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هدوا بطميصي هذا فألقوه على وجه يبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم جمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك الظليم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأوين رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأوين الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرشت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وما تسألهم وما تسألهم